راح لكابتن اكرامي شيكبالا وعدم موجوده في مباراة دريمز في غانا هل دي بمثابت يعني ان خلاص شيكبالا معاتش في حسابات جميز لا هو رجل تعور يعني واضح لما كان خارج من التمرين جات له صورة تقريبا نزلت وشكبالا لا في تلجع الرجل الامامية فواضح ان هو هي اصابة حتى لو مش اصابة فالطبيعي جدا حتى لو شيكبالا كان قاعد فهيقعد ما فيش حاجة تقيبه دوت او حاجة تقول ان انت هتبطل بسبب ان انت مباراة مش هتلعبها لكن في الاخر لا بيان لا بيان نهضة بركان صحيح ولا بيان الترجي صحيح انا معرفش الناس اللي بيجيب الكلامنا من ايه احنا بنعمل اسمه من غير ايه من غير ايه فضل لجا طب ليه ما قلتش ان اصابة شيكبالا دي ساسية انا لسه ماكملتش هل اصابة شيكبالا ساسية لا 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 لان هو يعني ولا تزعب شيكبالا المباراة اللي قبلها ما كانش موجود فضل جا ماينفعش ان احنا نقول كده جزافا على حاجة احنا مش متأكدين منها لا محمد الشناو اصابة سياسية ولا شيكبالا اصابة سياسية لان العالم بباطل للامر دي جاز الفني وجاز الطبيب انا عايز الفيديو بتاع المدير الفني اه دي حاجة بس مهمة في كابت اكرام الناس بالنسبة للشناو خير بلك هو الشناوي مش من مصلحته ان هو يصاب سياسيان دلوقتي كمان ليه؟ لان احنا داخلين على فضل الطاقة في الدولي فضل وعدم وجوده حتى على الدكة هيعدم فرصه خالص ان هو يبقى في المنتخب فطبيعي ان الشناوي اكتر واحد يسعى ان هو حتى يبقى موجود في المباراة اللي جاية حتى لو على سبيل ان هو يبقى احتياطي فيبقى موجود على قال الرجليه في الملعب وبيستخن وبيشوف الجماهير وبينزل عشان لما كابت حسامي يجي يختار لما تيجي يختار الشناوي هيبقى عندك حاجة تتكلم فيها ان هو على قال يدخل اربع خمس ماتشات لعب او ما لايفش دي حاجة تانية لان هو الشناوي جون كبير طبعا وهو المصنف رقم واحد في مصر دلوقتي ان هو يبقى جون المنتخب فوجوده على الدكة في مصلحته هو فمعتقدش ان الشناوي يبقى يعني تفكيره يبقى محدود قوي ان هو يخرج بره الصورة قالت لانه لو ما دخلش الماتشات الجاية كلها هو بره منتخب ودي المشكلة كبيرة خلقها لك في الموضوع في نقطة مهمة جدة على الشكابال اقول لي اتار الشكابالة مش في احتياج انه يعمل الكلامنا كله شكابالة تاريخه كبير جدا في نادي الزمال ولعيب كابتن تيم وعنده مسئولية وشكابالة تغير بالنسبة 180 درجة مهيب انا مسكت الفرقة في اكتر من موقف يعني مثلا شكابالة جيت في مطش من مطشات قلت له يا شيكا كان لسه برضو يعني راجع من الاصابة كده اه اه ايمن كان معانا في الجهاز يا شيكا دلوقتي الورده كذا كذا انت قادر تكمل للتسعين دقيقة ولا نبدأ ابدأ بيك ولا اه 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 تنزل تغييره معانا لازم اللعيب جامل اصابة كوكي فلازم اخد ده كابتن تيم ووضعه في تيم يسمحلي ان اقول له هذا الكلام فعله كابتن نبدأ الماتش عام الماتش اسأل ايمن عالمي فجيت في الدقيقة الستين غيرته هو شيكابالة دلوقتي بيتقبل قصة ان هو يوعد احتياطي او ما يلعب او ما يبدأش قصة سهلة جدا ومبسيطة ما بقاش زي الاول شيكابالة دلوقتي اختلف تماما مية وتمين درجة بناء على يعني اه اه تعاملي معاه بشكل مباشر اثناء المباريات واثناء تدريباتي اه ايمن انت كنت معانا في فترة دي فانا بتكلم في ايه ان احنا مش عايزين نسيب بالاصل ونمسك بالفرح شيكابالة اه ملعبش عشان سنه كبدا مش شيكابالة مو سنه والنهاردة من انباريح النهاردة من سنتين ثلاثة واكبير والولد بيقدي وبيجيب اجوان وبيجيب اجوان محترمة جدا وهدف ومؤثر جدا في نادي الزمالك سواء على مستوى القيادة او مستوى الفاني لا هو وجوده اساسا حتى لو ملعبش مؤثر حتى لو ملعبش انت فاكر لما جيش شيكابالة وجددوله في نادي الزمالك قالوا ايه قالوا سنه وبيعملوا ايه بيعملوا تحضير اتاكريم شيكابالة كان حصل عفل في النادي في الفترة دي واعد سنتين حصل عفل في التيم يا مهي فاحنا وخالد طلعت مش موجود النهاردة هيتكلم على شيكابالة لا ما يقدر بيمسيجيلي النهاردة محاديش يقدر يكلم على شيكا اه علك اسسي شيكابالة زمنك بيكسب تم ازمنك بيكسب بيكسب شيكابالة وبيخسر بيكسب شيكابالة والعكس اه لأيه مش فهم برضو خلوه دلو حاجات كده غريبة خلبك بيانغلك بيطلعك عالتريندا اي حد يعني في قيمة شيكابالا يعني سواء في الزمالكة وفي نتلهلي لما يبقى محبوب وسط اللعيبة والجاز الفني بيسق فيه ووجوده حتى لو هو مش مش على الدكة او مش موجود خالص هو وجوده بالنسبة اللعيبة او مهم انت خباك انت عندك لعيبة صغيرة ولعيبة بتلعب ماتشاط لأول مرة في افريقيا كده لعيبة صغيرة ازاي؟ يعني لعيبة صغيرة في السكواد لعيبة جديدة على الجو العام في يعني محمد شهاتة احمد حمدي مجموع عانتك المهاب ياسر كل اللعيبة دية في لعيبة كبيرة برضو ده بالنسبة لهم مهم وجوده مهم ففكرة الاصابة السياسية انا مش مقتنى بقى في الكرة الحقيقة لأ معلاش محدش بياخد على الكلمة بتاعت ان انا بقول انها اصابة سياسية انا بقول لمهيب انت مقولش لين انها اصابة سياسية انا عايز بس اتكلم على حتة الدكة واللعيب الكبير اللي بيقعد على الدكة دي لأ تقلل منه طبعا النهاردة مباراة الباييرل والريال لوكا مودريتش اعد برا اعد برا طبعا ونزل امتى في الاخر عشر ديائز اللي هو كان واخد احسن لها في العالم من سنتين مش كده اه احسن لها في العالم يا مهم سنتين شكرا